تيسام الرأس مرشحة عن حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشابية لانتخابات الجماعية ببلدية زيو وكيلة اللائحة النسائية للانتخابات الجهوية عن إقليم الناظر مرشحة بلائحة الانتخابات الشرعية عن دائرات الناظر نحن في الاتحاد الشراكي للقوات الشابية مصلحة الوطن أولاً ومصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار بشعار شباب من أجل التغيير نحن سنأخذ هذا الرهان الجديد بتشكيل شابة طموحة غيرة عندها رغبة في التسير والتغيير في هذه المدينة. الحب والغيرة لها المدينة التي تنتقسم الهواء التي عشنا فيها والدنا ولدتنا فيها هو الذي جعلنا بأننا نرغبه في الخوض هذه الانتخابات من أجل رفع الإقصاء والتهميش عليها من أجل جلب الاستثمار وخلق فرص الشغل وصون كرامة المواطن في هذه المدينة والقطع معهم جموعة الممارسات التي لم تترقاش بالمواطن في هذه المدينة الهدف أننا كشباب هو التغيير. لهذا ندعوكم لكي تصوتوا على الوردة ووردة الأمل المستقبل من أجل التغيير وتحسنوا الاختيار وتوضعوا تيق تكون فينا من أجل السعي والبحث عن مجموعة الفرص للشغل والمشاريع والمستثمرين والحق على المواطنين والكرامة في النمو والديمقراطية رسالتي الساكنة هي أن تضعوا تيق تكم فينا وتوضعوا تيق تكم في رمز الوردة لكي نستمروا كما ترافعنا على هذه المدينة لمدة خمس سنوات نزيد ونكملوا المسار نزيد ونجلبوا المجموعة المكتسبات لهذه المدينة اليوم نحن في حاجة لجميع الأبناء بأننا نتضافر الجهود ونتكاتفوا ونترسوا وندعموا بعضياتنا باش نوقفون نرفعوا هذه المدينة متهميش ونوصلوا الصوت ديالها لأعلى المستويات